الآن أرحب بك مجددا الباحث السياسي رامي العلي في أشياء السوري واشنطن تقول بأن التنسيق كان مستمرا ولا يزال مستمرا مع الجانب الروسي برأيك هل هذا يعني أنه لن يكون هناك رد من روسيا وإن شهدنا ضربات جوية جديدة أهلا بك مفرح وتحية لك ولمشاهديك الكرام باعتقادي معك كل الحق بأن من الصعب جدا أن نتخيل ردا عسكريا من الجانب الروسي أو من حلفاء النظام ميليشيا حزب الله أو الجانب الإيراني أتوقع أن لا يوجد هناك رد يمكن أن نتوقعه وعدى تلك المناكفة الدبلوماسية والسياسية ما بين الجانب الروسي والغرب وبالتالي العملية العسكرية التي جرت ليلة الأمس كان لها خطوط معينة وكانت محددة ودقيقة وهي أشبه بالعملية الجراحية العسكرية لم تكن ترغب الولايات المتحدة الأمريكية ومعها فرنسا وبريطانيا بتصعيد الموقف إلى درجة المواجهة مع الجانب الروسي من جهة أيضا ليس هناك رغبة بتغيير في موازين القوى الموجودة على الأرض وبالتالي هذين كانوا خطين أساسيين أفصح عنهما الرئيس باكرون أثناء منتبره الصحفي مع الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى باريس وبالتالي الموقف الفرنسي والموقف الغربي واضح في هذا الصدد وبالتالي الغرب أوصل رسالة قوية اللهجة إلى النظام السوري بأن استخدام الأسلحة الكيموية يعتبر خطا أحمر وسوف تتدخل هذه الدول لمعاقبة النظام ولتدمير إمكانية إنتاج الأسلحة الكيموية واستخدامها على الأرض نعم يعني مجلس الأمن يعقد جلسة اجتباعا طاريا لمناقشة الضربة الجوية في سوريا والتي قال عنها الأمين العام جوتيريش بأن سوريا تمثل التهديد الأكبر للسلم والأمن العالميين يعني ماذا نتوقع في هذا الاجتماع وطالما أنها تهدد الأمن والسلم العالميين يعني هل من خطوات لاحقة نتوقعها ضد الميليشيات العاملة على الأرض في سوريا إيران حزب الله وإذن ربما نتحدث عن القوات السورية والتركية الحقيقة أن العمل في إطار مجلس الأمن منذ بداية الثورة السورية في العام 2011 معطل تماما بسبب حالة الانقسام الموجودة ما بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى وبالتالي كما تعلم أن روسيا استخدمت حق النقض الفيديو لأكثر من 11 مرة في كل مرة لحماية النظام السوري لذلك لا أتوقع أن هناك الإمكانية لوصول الإيران مشتركة لما يجري في سوريا ولكن سوف تكون كما العادة مجلس الأمن منص لتبادل الاتهامات والمناكفة ما بين روسيا والدول الأخرى أما سؤالك الثاني وهو على غاية من الأهمية وهو مواجهة الميليشيات الإيرانية والميليشيات الأخرى الموجودة على الأرض السورية باعتقاد أن من ضمن الرسالة التي تم توجيهها اليوم تم قصف بعض المواقع التابعة لحزب الله وهنا نتحدث عن منطقة القصير على وجه التحديد وبالتالي كان هناك قاعدة لميليشيا حزب الله وبالتالي هذه الرسالة أيضا موجهة إلى إيران وحلفائها في المنطقة بأن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الأخرى الحليفة يمكن أن تقبل بسيطرة إيران وميليشياتها على الوضع في سوريا يمكن أن نتوقع أنه خلال الفترة القادمة سوف نرى سياسة أمريكية وسياسة غربية فرنسية وبريطانية على وجه التحديد أكثر حسما فيما يتعلق بالميليشيات ولكن لا أعتقد أن ذلك سوف يتم داخل إطار الأمم المتحدة لكن كما هذه الضربة التي تمت في خارج إطار الأمم المتحدة وهناك التأييد الحقيقي سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي للموقف الأمريكي في محاربة تلك الميليشيات شكرا لك البحث السياسي رامل علي حدثنا من باريس